موسيقى مشاركة يا رب في كل مكان أسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامجك وبرنامج روشيت قبل ما نبدأ موضوع حلقة النهاردة هو من المواضيع الشائعة والمنتشرة واللي بتسبب أثار نفسية سلبية عند الشخص المصاب بيها مش بس عند الولد والبنت بكون أثارها النفسية أكبر عند البنت مرض البهاق وهو من الأمراض المنتشرة اللي تأثيرها النفسي أكبر بكتير جدا من تأثيرها العضوي ونسبة التنمر ونسبة الألام النفسية اللي بيحصدها هذا الشخص بتقلل ثقة بنفسه وثقة في التعامل مع الآخرين وقدرته على التواصل مع الناس وببعض الأحيان كره لأنه ينزل الشارع أو يتعامل مع الآخرين موضوع من أكثر الموضوع الشائعة هننقشه في حلقة اليوم من حلقات برنامج روشيت لكن قبل ما ندخل فيه تفاصيل هذا المرض وكيف نتعامل معه وكيف نعالجه وهل له علاج أفمن ولا لأ وهل هو له عوامل وراثية أم عوامل طبية عندنا بعض الأخبار دايما نقول أن مصر صاحبة الرياضة في كل المحافل والمناسبات بشكل عام وأن سلامة مصر وصحة مصر وقيادة مصر طول ما هي موجودة وبصحة وبسلامة وبعافية فأنا بقولكم أن مصر هي القادرة وهي المسيطرة وهي المهيمنة وهي الميزان اللي أنت تقدر من خلاله تزبط موازين كتير قوي دايما نقول أن مصر أم الدنيا مش كلام احنا بنقوله خلاص ده بيظهر في تصرفات مصر بيظهر في مواقف مصر مع كل الدول العربية الشقيقة في كل مواقفها فكرة نشجب ونودين وبعض التصريحات هذه أيضا يعني أمور جيدة ولها صدى وخاصة إذا خرجت من مصر لكن لما يكون في الفترة الأخيرة في ضرب الكيان الصهيوني المحتل الغاشم ليه فلسطين بهذه القوة الغاشمة التي لا داعي لها غير فكرة الصهيانة عايزيني صهيينه كل شبر في فلسطين المحتلة اللي ان شاء الله بإذن الله هيبقى هيجي يوم من الأيام وتعود فلسطين لأصحاب الأرض ويظل الكيان الصهيوني مع كل المصاريف وكل الأموال اللي بتصرف المصاريف الباهزة عشان الناس تحب الإسرائيليين أو تتعاطف معهم في أي لحظة تمس كرامة وسلامة الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية نكد تحالف قوي جدا من الشعوب تجاه القضية الفلسطينية اللي بتلمس قلب كل واحد مصري بتلمس قلب كل واحد عربي كل واحد فينا بيجري في دمه العروبة بيجري أيضا في دمه فلسطين والقدس المحتل وطول الوقت في يعني قدام عينينا كده عارفين أنه إسرائيل كيان صهيوني مختصب للأرض يقتل النساء والأطفال لا عهد له ولا دين له ولا معاهدات ولا أي شيء هو كيان يهودي صهيوني يتعامل بكل جبروت مع شعب أعزل لا يمتلك السلاح إن شاء الله عن قريب بإذن الله بإذن الله أنا تمنى أنه مش بس تحل الأزمة الفلسطينية ويتوقف ضرب النار أو إطلاق الصواريخ أو الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مش بس كده إن شاء الله الكيان الصهيوني يزال بشك يجعل كل عربي فخور ببلده مصر في الفترة الأخيرة هيئة الإسعاف المصرية عملت شيء جاي جداً وهي أنها سخرت كل الإمكانيات لاستقبال مصابي فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي سابقة ما كانتش بتحصل قبل كده كتير ولكن حدوثها في التوقيت ده هي رسالة من الرئيس المصري ومن الشعب المصري إنه سنقف دائماً بجوار أهلنا في غزة إنه ما يمسهم من ألم يمس كل واحد مصري وكل واحد عربي ومش بس كده توجيه شديد اللهجة لإسرائيليين إنه العربات الإسعاف المصرية اللي هتدخل غزة أو اللي دخلت غزة تعامل معاملة العربيات الحربية للجيش المصري وأي اعتداء عليها يعتبر بمثابة اعتداء على الجيش المصري وده رسالة فيها من القوة ومن الشموخ من قولته شموخ الشعب المصري لإسرائيل إنه إياكم إنه انتوا تقربوا من أي حاجة أصل صاروخ الدرب بالغلط ما تدربش بالغلط الكلام ده كله لن يقبل أبداً وزارة الصحة المصرية كمان أعلنت عن 165 سيارة إسعاف مجهزة لدعم مصابي فلسطين تنفيذاً لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي